يعتمد النجاح في المؤسسات على الإدارة التي بدورها تسهل عملية التخطيط للنشاطات والرؤى المستقبلية للمؤسسة إذ يستمر قسماء التطوير والتنمية المستدامة والتربية والتعليم العالي في العتبة العباسية المقدسة بتقديم الدورات ضمن برنامج التمكين الإداري الذي يستهدف الملاكات المتقدمة من رؤساء الأخسام ومديري شركات فيها هذه الدورة هي دورة مهارات التحسين المستمر نعطي من خلال هذه الدورة مجموعة من الأفكار التي من شأنها أن تساعد المتدربين على ابتكار التحسينات التي أيضا من شأنها أن تطور عملهم على المستوى الإداري على المستوى الإنتاجي على المستوى الخدمي من أجل استدامة التطور داخل المؤسسات العتبة ومن مشهود أن مؤسسات العتبة تقدم ختمات ممتازة على مستوى الجودة في المجتمع ولكن من أجل استدامة هذه الجودة ومن أجل تحسينها إلى مستويات أفضل بعد لابد من التدريب ولاابد من مثل هذه الدورات حتى الجميع إن شاء الله يستفيد من عدها ورش تدريبية ودورات صباحية ومسائية ألقاها أسادثة مختصون بالإدارة الحديثة وذلك من أجل مواكبة التطور المستجد والمستعدث في هذه المجالات لتبادل المعرفة والخبرات وتطويرهما لدى المستفيدين من الدورة حقيقة دورة جدا ممتازة فيها أساتذة أكفاء ومناهجها ممتازة أسلوب الذي يطرح في هذه الدورة أسلوب أيضا معاصر وينسجم ويتناسب مع الواجب الخاص في العتبات المقدسة بلا شك مهما كانت الإدارة، إدارة الفرد أو الجماعة جيدة وناجحة هي تحتاج إلى تطور لكي تواكب التوسع المتسارع في مساحة العمل ومساحة الأفراد هذه الدورات مهمة أولا في زيادة معلوماتنا وفي تطوير العمل في المستقبل وأيضا في الحاضر كما ذكرت من خلال التنظيم ومن خلال استغلال الخبرات وأيضا معرفة النظريات الموجودة في العالم للإدارة والطلاع عليها وماذا وصل العالم في آخر المستجدات الحقيقة هذا يجعلنا نواكب التطور الحاصل والسريع في العالم العتبة العباسية المقدسة وضمن رؤيتها المستقبلية في مواكبة التطور العالمي في شتى المجالات لا سيما في الإدارة والتخطيط فهي تسعى إلى الوصول لأفضل الطرق والمناهج في هذا المجال إلى جانب تشخيص المشاكل والصعوبات والحد منها في العمل أطلقت هذا البرنامج لملاكاتها المتقدمة